السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة الكرام دمتم بقل في خير وصحة وعافية النهاردة ان شاء الله فيديو جديد عن مدارس ستم للمتفوقين هنعرف ان ان شاء الله كل حاجة عنها وبقدم ازاي والشروط واماكنها وكل حاجة عن مدارس ستم للمتفوقين بس ياريت تتابعونا ان اخر الفيديو باذن الله عشان تستفيدوا وتعرفوا كل المعلومات عن مدارس ستم بدائل السنوية العامة بعد الشهادة الاعدادية اريت لا بتشوفنا الاول مرة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولايك وشير لي الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الطلاب ويستفيدوا بالمعلومات باذن الله تمام بدأت مدارس ستم في مصر كمنحة امريكية تمام المتفوقين في العلوم والرياضيات يعني بين جيب المتفوقين بتوع العلوم الرياضيات في مستوى الاعدادية كله ونعمل لهم مدارس متفوقين يعني عشان يبدأوا يدرسوا فيها ان شاء الله بإذن الله وبعدين اتعممت الفكرة وبالت تكبر على مستوى الجمهورية كلها ويبدأ مدارس موجود لها فروع في كل انحاء الجمهورية المدرس دي بلقت كاول مدرسة للبنين في اكتوبر كانت في الجيزة اول مدرسة بنات في المعادة كانت في القاهرة وبعدها اتعمل سبعتاشر مدرسة زي ما قلت اهو جديدة مشتركة ما بين بنين وبنات لكن بسكن منفصل سكن اه مدارس فيها بيات الطلبة المغتربين يعني مدارس فيها دخلي متوزعين على محافظات الاسكندرية كفر الشيخ الدهلية الاسماعيلية البحر الاحمر اسيوت الاقصر المنوفية الغربية القليوبية الشرقية القنة بنسويف المينيا سوهاج الفيوم السادس يعني زي ما شايفين مغطية جميع جمهورية مصر العربية بيوزعوا الطلاب حسب درجاتهم في اختبار القدرات اللي بتعمل يعني بيبقى ليك رغبة اولى هي في محمزتك وبنت بتختار بعد كده الرغبة التانية يعني لو نجحت في تخبار القبول بتكتب رغبتين محافظتك والمحافظة تانية ممكن تكون بعيدة عنك بس انت مسلا بترغبها عشان انت مسلا ايه اه يعني ما جبتش الدرجة اللي هما مطلوبة في متحان القدرات تمام طيب مدارسة متفاقين للعلم والتكنولوجيا دي مدارس ما لهاش علاقة بمدينة زويل ديما يقوللك هلا علاقة بمبنية زويل packet ملاش علاقة بمدينة زويل واسمها مش مدرسة زويل اسمها مدارس إستم المتفاقين يعني الـ المدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تمام ومالهاش اي علاقة بمدرسة المتفوقين عين شمس لان عين شمس ما سانوية مصرية عليها جداً للبنين فقط خلاص بشوية زيارات في المنهج لكن إستم بنين وبنات وكمان هي شهادة تانية آآ تمام اسمها السنوية المصرية في العلوم والتكنولوجيا. المدرسة داخل زي ما احنا قلنا اقامة وسكن ونوم واكل وكل حاجة وليوم الدراسي. العادي بيخلص تلاتة او اربعة. على حسب الجدول بس يوم الخمس طبعا بيخلص حلاشر واتنشر عسان ايه في باس بيروح لمحطات المترو زي الجزة والزهراء طبعا بيسهل التنقل ده المدارس بالنسبة للبنات في المعادي. بتروح الخميس ويجو السبت مع الباس. برضو لو انتو عايزين تيجو الحد على يوم الدراسة عادي ممكن تاخدوا تصريح تروحوا في وسط الاسبوع بس لازم يبقى الحضور بحضور ولي الامر. تمام? اكتوبر بنين بس والمعادي بنات بس وباقي السبعتاشر مدرسة على مستوى الجمهورية مشتركين. تمام? وبالنسبة للداخل لو انت من نفس المحافظة بتاعت السكن ممكن تطلب انك تروح. يعني مش ممكن الداخل يبقى فرض عليك. لو انت عامل نفس مسلا من القاهرة انا سكن في القاهرة ومسلا في المعادي فعادي ممكن اروح. تمام? ممكن اتنازل حيطة البيات في ايه? المدرسة او السكن في المدرسة. تمام? طيب. نجي للمزاريف. زي ما احنا قلنا كانت المزاريف المزاريف الاول من حدراسية. دلوقتي بعد تلات تلاف جنيه اول السنة. شابلة تأمين اللاب بتاخد لاب اول ما تخوش في سنة اولى. بتخرج من المدرسة بترجعه وتاخد الفين من ليه ترفعتهم التلاتة من التأمين. وتسيب الف اللي هو استهلاك اللاب خلال ايه? التلات سنين دراسة. بالنسبة للمصاريف طلاب المدارس الخاصة طبعا بيتم دفع نفس المبلغ المساعدة بالصف الثالث الاعدالي. ده من لاش دعو المدارسة الخاصة. مدارسة خاصة طبعا اكتر بكتير من مدارس استهم للمتفوقين. تمام? المدرسة علمي بس. مفهاش عربي. يعني من سنة اولى هتدرس كل المواد. خلاص? هتدرس اه ميكانيكا ووه وماس حساب وكمبيوتر وفيزيكس وكيميا وهتدرس جيولوجيا وبايولوجيا وتدرس ساينس وعلوم. زايد عليهم بعض المواد الادبية اللازمة زي العرب والانجليش. واللغة الثانية طبعا هتكون اللغة الثانية غالبا فرنسا او الماني. طبعا هتكون تربية وطنية عادية زي المدارسة العادية ودين ودراسات اجتماعية طبعا زي التاريخ وجغرافيا. خلاص? ومواد مثلا زي يعني مثلا اه حاجات زي الروبوتات انك استخدام التكنولوجيا في استخدام اه الروبوت. ماشي? وهتعرف اصلا بتدخل انك تغير من سنة لسنة. يعني مواد اه اضافية. تمام? بتختار تخصص علمي علوم او علمي رياضة في تالتة. في تالتة العربي والانجليش. خلاص? واللغة الاجنبية التانية والتربية الوطنية والدين سابتين لكل اه الناس. ماشي? مفيش طبعا ادبي مريس كلها علمي. علم علوم بياخدوا زيادة عليهم biology و gealogy. ايه جييولوجيا طبعا وعلم رياضة بياخدوا ايه? رياضة بحتة والرياضة تطبيقية. دول بيزيدوا عن اه علم علوم بيزيد بالبييولوجي والجيولوجيا. وعلمي. رياضة بيزيد ايه الرياضة البحتة والرياضة ايه تطبيقية. طبعا دراسة بالانجليش لا اي حد متقدم سوى عربي او تجريبة او لغات لان طبعا المساطة يعني آآ لازم تكون كويس في الانجليزي. اللغة مش قزمة كبيرة قوي يعني الناس كتير ممكن تخلوها كمدرسة عربي ومع الوقت تتعود مع انك بتدرس المواد طبعا بالانجليش ممكن ببساطة تحتاج مجهود زيادة اول تنمو الدنيا طبعا هدي بوزبط بعد كده آآ معاك. تمام? ماشي. الدراسة في قليلة تانية بتكون متوزعة ستين في المية على ده مشروع جماعي. اه. هنا بقى الدراسة معلش الدراسة وراء المشاريع الجماعية. ما فيش كتاب. الدراسة كلها على آآ المراجع وكتب آآ عالمية. والملاب بتاعك اللي انت اخده معاك. تمام? في اول السنة. تمام? ده مشروع جماعي بقى. المشروع الاولي ده مشروع الجماعي بيعبوله الطلاب كل ترمي. لحل مشكلة بتحددها المدرسة. ليهم زي الطاقة تلوث المياه تكدس سكاني وحقيقي. خلاص العيل الاساسي اللي شخصيتك. الحاجة فعلا بيتميز بها يستم وطلابها. وده بيكون مطلوب في ايه? من الطلاب ايجاد حل ممكن طبعا يكون اختراع جديد او ممكن فكرة قديمة عمله وتعديلها او قلد تكلفتها او زود كفائتها وبيكون تلاتين في المية من امتحانات التحريري في الفاينال تمام? وعشرة في المية عملي واعمال سنة بقي على غياب طبعا الغياب ورسيل في كل مادة. عايزين بس نقول ان في الحتة في الحتة دي بس ما ده اسم لازم تكون جايب شرط في الاساسي بتاعك تمانية وتسعين في المية في الشهادة الاعدادية وتكون معادي يقدر يجايب بالدرجة النهائية في العلوم او الانجليزي او الرياضيات. تمام? طب لو انت مش جايب الحاجات دي لكن لو انت عملت اختراع مسجل باسمك في مركز البحوث بتخش مدارس اسم على طول من غير حتى لو كنت جايب تمانية وتسعين في المية في الاعدادية. الدراسة في تالتة طبعا بتكون المشروع عليه عشرين في المية والعمل عليه عشرة في المية. واعمل السنة عشرة في المية وامتحانات الفينال التحريري طبعا بتاع المهود العلمية بيكون عشرين وامتحان عليها عربعين في المية اسمه طبعا ايه? زي امريكان ايه كلو جي تست. ماشي? وللوزارة غيرت اسمه مؤخرا وبقى اسمه يو ار تي. اما طبعا العربي الفرنساوي اما الالماني فيكون الامتحان ورقتين. واحدة زي بتاعة السنواء العامة يكون عليها اربعين في المية. ورقة بتكون اسمها مقاييس مفهيم حاجات متنوعة في اللغة بتقيس درجة مهرتك. ومش شرط تمام? تكون في المنهج وبيكون عليها تلاتين في المية والمشروع طبعا داخل بنسبة عشرين في المية واعمال السنة عشرة في المية. ايه مستقبل المدرسة دي? دايما الناس بتسأل مستقبل المدرسة. مستقبل مدرسة سيتيم يتاح لك تسع كليات علمية. علمية بس. طب. اسنان. صيدلة. علاق طبيعي بيطري. خلاص? ده العلم علوم. وهندسة وحاسبات وزكاء اصطناعي وحاسبات ومعلومات لعلم رياضة. وكلية علوم لعلم علوم وعلم رياضة. يعني العلوم مشترك معنا في العلم علوم والعلم ايه? رياضة. ده مستقبل مدارس سيتيم. طيب. التنسيب يكون ازاي? بعد بتقلص مدارس سيتيم السنوي عام. يعني بتخد السنوية بيكون حاجة اسمها النسبة المدينة. النسبة المدينة النسبة معقدة شوية وكهت بتضيق الناس. لان بيبساطة بيجمعوا عدد الطلاب اللي في ستيم. ويقسموهم على عدد الطلاب اللي داخلين نفس التسع كليات العلمية. في كل الجمهورية في سنوية عامة. بيطلع نسبة زي اتنين في الالف تلاتة في الالف حسب ظروف كل سنة. وده معناه ان الكل الف طالب من بره بيدخل اتنين من او تلاتة من ستيم بيخشهم في الكليات اللي هي احنا التسعة اللي قلنا عليه. وده لميزة ولعيب. لميزة لو النسبة بتاعتكم مسلا طلعت تلاتة واحد من عشرة هترتفع الاربعة في الالف. ولكن لو عيب لو النسبة اتنين من وتسعة من عشرة طبعا هي تجبر تلاتة في الالف بس. وفي النهاية لازم تدخلوا كلية من التسعة دول ما تقلقوش حتى لو انت بتلاقي نفسك لازم تقبل في كلية حتى لو كليت معلش علوم اخر كلية من كليات التنسيق بتاع استم. التنسيق الخاص متاح في كل الجامعات مع الالمانية. لانها مش معترفة مش مش سالة ايه استم. التنسيق الخاص اللي هي الجامعات لو انت عايز تخش جامعات ايه خاصة. طيب بالنسبة المستقبل استم هل ليه منح? اه ليه منح? في جامعات كتير وبيكون لها جامعات مثل الجامعات الاهلية اللي اتعاملت حديثا. بيكون طلاب استم بيكون لهم منح دراسية فيها ان شاء الله. تمام? طيب. مشرح حلوة هي? وزير التعليم قال في الفين وتسعتاشر تعديل بعض احكام القانون بشأن نظام متحان اتمام الدراسة المدارسة متفوقين للعلوم استم في لجنة دعم مدارس وضع خطة لتكافؤ الفرص وتنوعها من خلال التواصل مع الجامعات المصرية والمركز البحسية. وهو ما نجحت فيه وحدة استم الامتياز فضلا عن سعية لتوفير منح بالجامعات بشكل غير مسبوك. اه الكلام اللي لسه الان الوقتي عن المنح. تمام? المنح قدامك اهيه. الوزير قال ان بنحاول نوفر لهم منح كتير جدا. هو في القريب العاجل طبعا سيتم انشاء طبعا طبعا انشاءهم اللي هم اربع جماعات اللي هم كانوا السنة اللي فاتت تفتحهم جماعات الاهلية. الجلالة خلاص في السويس واللي اللي هم تكنولوجيا وجامعة الملك سلمان طبعا في سينة وجامعة المنصورة الجديدة في المنصورة الجديدة والتكنولوجيا وجامعة العالمين الجديدة في العالمين الجديدة. كل دي جامعات اهلية زي ما انا قلت لهم ايه ان انا ممكن ادخلهم على طريق استيم سواء بمنح او سواء بنسب مقبولة. بالنسبة لجامعة الزويل اه نجي بقى لجامعة الزويل هتاخد فوق التمانين في المية وطبعا بيدخل امتحان القبول وبمر بنفس مراحل التقديم من امتحان وانترفيو لو انت عايز تاخدش جامعة زويل تمام? لازم على الاهل تكون جايب في استيم معادي التمانين في المية تمام? وطبعا يعني عايز تعدي هتعدي كماما مع حاجة اسمها امتحان تقدي امتحان قبول وانترفيو ده في جامعة ايه زويل لو انت بنستم وعايز تروح جامعة ايه زويل طيب احنا بنقول المدرسة ما طلعش علماء ولا احمد الزويل صغير ولا فرق الباز انت اللي بتقرر هتعمل ايه والمسابقات اللي انت بتشارك فيها في المدرسة ما بتخليش حد يكسب في مسابقة ولا بتدخل في حد في اي مسابقة كل المواضيع من مجهور الطالب والبحث كله من بحث ايه الطالب تمام? وبتبني شخصيته بطريقة معينة يكتشفها لما يدخل الجامعة ان شاء الله يعرف ان هو مختلف عن طالب السنوية العمل عادي جدا ان هو قدر يبحث وعارف يوصل للبحث العلمي بنفسه خلاص? غير طالب السنوية العمل اللي معتمد على الحفظ والتسميع وفقط والطلقين طبعا? طبعا انت بيجرب احسى الضغط لأول مرة وانت طبعا انت عارف كل حاجة فيه فيه نقطة ههمة باهلنا بقى لو انا طالب هعمل ايه? هتسحب ملفك بتاع عمل درستك الاعدادي وهتقدم في مدرسة سنوي عادية جدا. خلاص? عشان تبقى ضمن لك مكان في سنوي سنوي عام او سوى النزاء ما انت عايز. بعد كده هتقدم في مدارس ستم هتقدم فين في مدارس الستم. ولو انت قبلت ان شاء الله في مدارس ستم تسحب لغة ملفك منين من مدارسة السنوي العادية اللي انت كنت مقدم فيها. تمام? والتقديم ان شاء الله بيكون على موقع الوزارة موقع وزارة تقليم هتكتب كده في جوجل موقع زرطة تقديم لمدارس ستم بتبدأ تقدم على النت وتبدأ تملي بتاع الرغبات بتاعك. تمام? ده كل حاجة عن مدارس ستم المتفوقين او السنوية اللي عمل التكنولوجيا والعلوم اللي احنا قلنا عليها. لو عايز اي حاجة من اكتبها في التعليقات وهارد عليك ان شاء الله بازن الله. ولايك وشير للفيديو ده عسان يوصل الى اكبر عدد من الناس ويستفيدهم بازن الله. واشترك في القناة لو عسان ما اشتركش في القناة عشان يوصل كل جديد مننا ان شاء الله بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.